بس بيبقى سؤال بقى سؤال محير طب نعمل ايه مع الشريك الحياة اللي بيغلب عليه الصفات الانانية اول حاجة وبقول الكلام ده في كل مكان اي حد بيتعامل مع شخص اناني اول خطوة ايقاف الابتزاز لازم يوقف الابتزاز لان الشخص الاناني لو وصل وكان حالته عنده خصائص الشخصية النرجسية او عنده حالة من حالات البرانوية بيكون شاعر بانه هو من حقه ان الناس تدور حوله وبيبقى حريف وشاطر في الابتزاز حريف انه يخلي الانسان يحس انه هو وظيفته في الحياة انه هو يحافظ على سعادة الشخص الاناني ده فيقول له هو انت مش بتحبني يقول له اه يقول خلاص لازم تعمل بمقتضى حبك ده لا لازم بقول للشخص ده لازم نوقف الابتزاز لان الاستمرار في الابتزاز يهلك الانسان ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة اوي ان الاثار بيكون نابع من الانسان نفسه لكن الابتزاز بيكون الانسان بيعمله تحت ضغط الحد قادر ياخد الاشياء بسيف الحياة ولذلك حضرت النبي حضرت النبي علمنا ان ما اخذ بسيف الحياة ايه اللي حاصل فهو لا يبارك فيه ليه لا يبارك فيه لانه انتزع انتزاعا من الشخص وعشان كده اوقفوا الابتزاز من الاشخاص الانانيين ما تستجبوش لابتزازه حالة تانية بلاش نسيب في حياتنا مساحات فراغ ولازم يكون في حياتنا برنامج برنامج دقيق لان الشخص الاناني اوقات بيكون مصاص لدماء الوقت يشغلك بحاجات كتيرة فتحس ان هو اهلك حياتك اخذ كل وقت فراغ عشان انت تعيش له هو مش تعيش الحقيقة هو الكلام ده مش هيبقى صعب او ما بين شركاء الحياة ابدا احنا هنعمله في اطار من الادب و اطار من الوعي و اطار من عدم الصدام احنا بنساعد الشخص الاناني ان هو يتخلص من ده ان هو لما يجي يلاقيني انا بدرس دراسات عليا او يجي يلاقيني انا والله منشغل ان انا بخدمة الاولاد انا منشغل بان انا بذاكر مع الاولاد انا منشغل فمش هيلاقي وقت ممكن يبتزيني به الامر التالت بقى والمهم وده من اهم الخطوات في علاج الشخص الاناني ان احنا نمدح الشخص اللي بتغلب عليه الصفات الانانية بحاجات حقيقة هو بيعملها باهمية هو بيعملها بصفات حصنة فيه لان احنا اكتشفنا و احنا بنحلل فكرة الانانية ان الانانية نبع من المخاوف و ساعات الانانية نش بنقول كده تبريلا للانانية ساعات الانانية بيبقى سلوك دفاعي من الانسان ان انا الناس مش هتحبني والناس مش هتهتم بي فانا اهتم بنفسي بدل ما حدش هيتم بي فلما يلاقي الشخص الاناني حد بيقدره ايه اللي حاصل يحس بكده بتغير فكرين حديث رسول الله سلم لما مر حد تصدق فالصدقة وقعت فياتي غني فقال لربما هذه الصدقة تجعله ماذا تجعله يدفع الى دفع الزكاة و يترك شحة نفسي اه يبقى احنا كده ممكن يساعد الانسان على التخلص الانانية ان احنا نساعده على انه يخرج احسن ما فيه و نحاول نشغل احسن ما فيه دي في حياتنا و نحسسه ببطلته و انه يحس انه بطل عشان الحاجات الجميلة اللي هو بيعملها دي بس قبلها نكون متقبلينه و بكده نستطيع ان احنا نعالجه من الانانية بتاعته و كمان الاجراء الرابع اللي اللطيف اللي احنا ممكن نعمله لازم يتحمل الشريك مسئولياته معلش بلاش فكرة ان الواحد اللي ما شلسه مسئولية اشله مسئوليته ليه؟ لان انا لما بشله مسئوليته ايه اللي بيحصل بيتعود على ان الحقوق المكتسبة دي ما بقيتش حقوق مكتسبة بقيت فرض على الشخص الاخر فعشان ترجع المفهوم تاني وتصحح المفهوم تاني مش هيحصل فانا شايف ان لازم الناس تعمل ايه؟ توقف الناس عند مسئوليتها طيب و نقول له كده دي مسئوليتك انت مش قادر تعملها كلها دلوقتي عن جدول المسئولية دي و نمشي فيها شيئا فشيئا بس دي مسئوليتك و انت لازم تعملها و ما نخافش ساعتها ان الاجراء اللي احنا بنعمله ده ممكن يكون ليه اثر صلبي بس ده بيبقى ديه اثر ايجابي على الشخص و ساعات كتير الناس لما تتعافى من الانانية بيجوا يشكرون ان احنا عملنا ده ولازم نتمسك بهذا الامر اخر اجراء عندنا ممكن نعمله الاجراء مع الشخص الاناني ان احنا طول الوقت نقول له ان احنا بنفصل ما بين حكتين بنفصل ما بينك انت و ما بين الانانية احنا بنحبك و انت شخص طيب و فيك صفات حسنة بس احنا مش ممكن نتقبل الانانية و خلي بالك احنا فصلين ما بين شخصيتك و ما بين الانانية ارجوك احنا منشع نحس باجمل حاجات فيك غير ما تشيل الغشاوة اللي على قلبك تشيل الغشاوة اللي على عينيك تشيل كمان الحجاب اللي بيننا و بينك اللي هو الانانية يعني تشيل نفسك وتشوف نفسك في وسطنا مش تشوف نفسك لوحدك لما تشوف نفسك في وسطنا هتلاقي ساعدك ساعدتك اتضعفت و اتضربت في عددنا لان ساعتها احنا هنسترد اغلى ما فينا هنسترد حبيبنا و هنسترد الشخص اللي بيه بيكون اماننا سواء الكلام ده كان للزوج او كان للزوجة يا رب سعدنا و عيننا على انفسنا ان ما يسريش الينا هذا الوباء وباء الانانية اللي واجع قلوب كتير من الزوجات والازواج يا رب عيننا على ان احنا ننزع هذه الاشواك المؤلمة اللي بتأذي كل اللي حوالينا وجعلنا يا رب ممن جبرت خطرهم بان جعلتهم لهم مدد من عندك يعينهم على انفسهم بجمالك و مددك يا كريم احنا لكم